منجيب كتب خاروف بدون عظم ومنسمي بالله ومنقطع اللحمة قطعة كبيرة ومنفرم اللحمة على الناعم وشين بس فرمنا اللحمة منملح مو مشان شي مشان صحتك ورشة فلفل أسود وشوية صغيرة من الكزبرة ناعمة لهي الأساسي بهي الأكلات توم مفروم أو توم بودرة ورشة بابريكا مدخنة وعندي هون جهزة الطيب ببشرة وباخد منها شيء إنه ومنسمي بالله ومندعاكم مع بعض كتير منيح مهم جدا كن تدعا كل لحمة كتير منيح لأن كترة الدعك هي اللي بتشبك اللحمة مع بعضها وهيك اللحمة بتكون عندنا تشبكت وصارت عندنا جاهزة هلا حملت كمية من اللحم حوالي نص كيلو بسمي بالله بجيب جلتينة المطبخ وبساوي له هيك بشكلها بإيدي لحتى تكون مثل دائرة وبضغط عليها مع اللف المستمر هلا شو بعمل لازم يجي من الأطراف وبيبدأ لفها مع بعض كتير منيح لحتى تصير عندي قطعة كاملة مكملة مثل ما عم تشوفه قدامكن وبعد ما خلصت الكمية كله وصارت عندي لفات اللحمة هلا أبدأ خلها على الفريزة لحتى تفرز وإمتى ما بدنا بنستخدمون عندي هون ثلاث كاسات طحين برش عليهم رشة ملح وبحرقهم مو مشان شي مشان صحة الخميرة بنحط لهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومنحرقهم مع بعض كمان كتير منيح ونفس الكاسة اللي عيرنا فيها اللطحينات بنحط فيها نصف كاسة من زيت الزيتون ومننزل عليهم هيك ومنحرقهم مع بعض كتير منيح بعد ما حركنا اللطحين مع زيت الزيتون بتطلع معنا هاي العجينة شايفين القوام لازم هيك نضغط عليها شايفين كيف التماسك هاي العجينة الصح هلا شو بنعمل عندي هون كاسة من المي الدافئة بضيفة تدريجيا مع العجن وبس لمت حالة العجينة متل ما انت شايفين ونظفت كل شي حواليها هلا على سطح نضيفة بحطها هيك وببدأ بعجن فيها لمدة عشر دقائق هيك العجينة صارت عنا جاهزة شوفوا قوام بسم الله ما شاء الله وطرية وما بتلزق هاد اللي احنا بدنا يا طبعا أنا اسمتها لنصين وبحطها على صينية تحت طحين وهلا منرش عليها رشة طحين من فوق ومنغطيها ومنتركها لمدة ساعة على الاقل انشان تختمر طبعا انا هلا لحطها بمكان دافي بس انشان تختمر لاني بدي استخدمها بعد ساعة بالنسبة لكم اذا حبيتوا تحطوه بالبراد لتختمر لتاني يوم بتعطي نتيجة خرافية بجيب وراء زبدة وبرشة عليها رشة خفيفة من الطحين كمان بدنا رشة صغيرة من الكعك المطحون وبعد ما اختمرت العجينة شغلت الساعة منسمي بالله منفردها هيك ومنحطها على الكعك الا ما بي علينا الا نجيب صفار بيضة ومنسمي بالله ومنبدأ ندهن الوش وبعد ما دهناها بصفار البيض ما بي علينا الا نسمي بالله وبيدينها منبدأ نشكلها وبهيك صارت عنا الخبزة جاهزة منسمي بالله منحميلها هيك ومنحطها بصينيات الفرن متل ما انتو شايفين ورشة تسمسم على الوش ممشان شي مشا صحتها وشوية صغيرة من حبة البركة وهلأ منحطها بالفرن ومنسكر عليها ومنتركها لحتى تستوي تماما بالنسبة لحرارة الفرن بتكون بين 200 لـ 220 بتاخد شغلة 20 ديال المهم الفرن يكون شغال من فوق وتحت ومروحة يشوفولي على منظر هالخبزة يا سلام يا سلام وهيك بتكون معنا الخبزة خالصة منسمي بالله منطالعة هيك يا سلام يا سلام لما يكون الفرن زريف تطلع معكم الخبزة ولا أروع بسم الله ما شاء الله مشان الخبزة تطلع معكم عال العال منسمي بالله هيك منحطها على قطعة اقماشة متل ما انتو شايفين ومنغطيها بقطعة اقماشة انشان نضلها طريقة وماتي بس معنا منجيب زبدية ومنحط جواتها طحينية رشة ملح صغيرة مو مشانشي بشان صحتك شوية صغيرة منخلي التفاح وعصرة ليمون ومنحط لهنا شوية مي دافي ومنسمي بالله ومنحركهم مع بعض كتير منيح وهذا هو القوام المناسب للطحينية بس اتجمدت عنا اللحم منفك عليها الجلاتين اللي حطينا لها من البداية منجيب منديلة ومنحطها على اللحم انشان ما تبرد ايدنا ومنسمي بالله ومنبدأ نقصها شرايح رفيعة متل ما انتو شايفين منجيب مقلايتنا ومنحمية ومنجيب لية خاروف بلدي انشان نسلية سلي بسم الله يا كريم بس بلش التنسلة اللي منجيب اللحم اللي عنها ومنبدأ نصفها جنب بعض بهذا شكل يا غوالي شوفوا يا سلام يا سلام والريحة عن جد خرافية وهلا بس جعدوا شغل الديتين على النار بيكونوا اخذوا لون جميل متل هات شوفوا يا سلام يا سلام هلا منقلبهم كل هاتم مع بعض وبعد ما خلصنا قلي منجيب الصحن ومنجيب الخبزة التركية شوفوا لعلى هالمنظر يا سلام شايفين منجوها الاستواء شي خرافي على الاخر منصف عليها اللحمات اللي قملناهم شوفوا يا سلام والريحة عن جد كتير خرافية منحط جنبون شوية بطاطا مقلية ومنحطنا شوية فندورة مقطعة جوانح وشوية مخلى الاخيار ومخلى اللفت وشوية بصل وبقدونس وما ننسى اخر شي الختمة التركية اللي هو مو مشان شي مشان صحتك وبهيك منكون نعملنا شاورما اللحم الدنر التركية شوفوا بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي على هالمنظر الجميل بعد ما سوينا الصحن بدي ساوي أطيب صندويش الدنر تركي أربو لهون هاي اللحمات ومنحط عليهم شوية بندورة دلعلي حالك بالبقدونس وبالبصل ومخلى اللفت ومخلى الاخيار بعد ما حطينا عليها البطاطا اخر شي منختمها بصص اللطحين تطلعوا لي على هالمنظر يا سلام يا سلام شايفين المنظر الغالي الله 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 وهيك صندويشتنا صار الجاهزة وأنا ما قد فيني صار الوقت إنشان نندوق أربو لهون منيجي هيك منمسكها معصص طحينية منغطة يا سلام يا سلام هلا منسمي بالله ومندوق بسم الله 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 عن جد شي خرافية على الآخر هلا هن الأتراك بحد ذاتهم بيحبوا يقدموها معصص الأحمر طبعا نصص البندورة لكن صدقوني أنا قدمت على طريقتي معصص اللطحينة بتعطيناك ها عن جد خرافية وهي الأمة ثانية لعيونكم شوفوا هيك هيك منسك الله 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 اللطحينة يا سلام ومنسمي بالله ومندوق بسم الله